وطنية والتعليم الأولي والرياضة مرحبا بك أستاذ يوسف شكرا على الاستضافة إذن البداية بشروط الجديدة للولوج المهنة التعليم من شروط اللي أطارت واحد الجدل كبير في اليومي الأخيرين تحديد سن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة لماذا السقف وعتبت 30 سنة؟ من نسبة النقاش هو نقاش صحي أكيد كلما ارتبرت الأمر بالمنظومات الترباوية ولكن أولا بغيت نأكد بأنه تحديد سن الأقصى كشرط هو ماشي خصوصية ديال المنظومة وإنما متواجدة في واحد المجموعة ديال الدول اللي عندها منظومة ترباوية متطورة واللي اعتمدت ربما سن أقل من 30 سنة وكذلك ماشي خصوصية ديال وزارة التربية الوطنية وإنما كان قطاعات كذلك اللي اعتمدت نفس الشرط وبطبع الحال الهدف من تحديد هذا السن الأقصى في 30 سنة يعني كيجي بناء على واحد المجموعة من الاختيارات أو الهدف الهدف الأول هو أنه باش تكون عندنا الضمانة بأنه المترشيحين اللي غادي يتم منتقاءهم أنهم كيتوفروا على الكفايات ومازال كيتحكموا في الكفايات الضرورية المعرفية خصوص الأكاديمية منها والهدف الثاني كذلك هو إعطاء الإمكانية للوزارة لإستثمار في هذا الشخص ربما باش نبسط هذا الأمر ناخده واحد النموذج هو أنهم اللي كانت تكلموه على الانتقاء أو التوظيف ديالواحد الشخص اللي عنده 45 سنة إلا جينا نشوفه إلا قلنا غير 25 سنة خدال إجازة دياله فرح الفرق ما بين 45 سنة و 25 سنة هي 20 سنة وشاسي حسين عندنا ضمانة بأنه شخص ما زال متمكن ومتحكم في الكفايات الأكاديمية الضرورية غلت تفق معك ولكن كيلي كيقول بأن القرار غيكون مناقض القانون الوظيفة العمومية اللي كيحدد السن ديال توظيف 45 سنة كيلي كيقول كذلك في أن الأمر في إقصاء الوحد الشريحة ديال الشباب اللي عنده أكثر من 30 سنة هو ضروري أنه ربما نوضح في هذا الجانب واحد الأمر هو أنه أولا احنا كنت تكلموا على توظيف أطر أكاديميات اللي غيتم القيام توظيف ديالها على غرار يعني هذه الخمس سنوات من طرف الأكاديمية اللي هي مؤسسات عمومية المرسوم ديال الوظيفة العمومية اللي كنت تكلموا عليه هو يسري على الإدارات العمومية وكذلك على الجماعات الترابية داك الوقت اللي هي الجماعات المحلية اللي هي اليوم الجماعات الترابية فالمجال ديال تطبيق ديال هذا القانون هذا المرسوم ما يتعلقش بالأكاديميات كمؤسسات عمومية بطبيعة الحال تنظيم دياله يدخل بناء على الأنظمة الأساسية المعتمدة من طرف الأكاديميات وهذا الشق الأول والشق الثاني هو أنه غير ربما خاصة تكون واحد الأمر واضح بالنسبة لنا كيفاش كتتم هذه العملية ديال التوظيف وشنو هي الخصوصية ديال القطاع التوظيف بناء على المرسوم الأول يعني كينتقلوا مباشرة للقيام بالمهم ديالهم هنا كنتوزوا بواحد المرحلة ديال التكوين للمدة ديالها سبع أشهر وفي النهاية ديالها التكوين الشخص إلى استوفى لمجزؤات ضرورية هي بمتعبات نجاح في هذا التكوين الأولي عادي تم توظيف دياله بمعنى أنه لما توفق شرب طبيعة الحال لا يتم توظيف دياله فكان هذه الخصوصية اللي هي خصوصية أساسية للقطاع نتكلموا على الإقصاء ما يمكنش يكون الهدف ديال الوزارة الإقصاء أي إن كان هذا بناتنا وأبناؤنا ولا يمكن أنه يتم الإقصاء غير هو لمهم وأساسي نعرفه بأنه الرهان ديال اليوم والتحديد ديال اليوم هو رهان الجودة فلذلك خاصنا نكون في المستوى ديالة نزيل هذه الجودة وخاصنا نعرفه بأنه سيكون ربما من ضروري في بعض الأحيان أننا نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هذا الأمر سيسري كذلك على الخواصنا تحدثه على المدرسة الخاصة؟ أكيد أكيد بطبيعة الحال أكيد نعم نرجع معك للحظة الإطار تحدثت علىه واحدة رهان كبير الإطار والسياق الذي يدخل فيه إجراء المباراة التي توضيف هذا الأطور واذا نحن هنا أمام خطوات جديدة في إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية ديالنا الحمد لله المنظومة التعليمية بالمغرب تحدد المعالم ديالنا من خلال القانون الإطار وكذلك من خلال النموذج التنموي وجدت كريست ديالها بطبيعة الحال في البرنامج الحكومي الذي تم تقديم دياله وهذه المكونات الكاملة أعطت وحد العناية أساسية ومهمة للعنصر البشرين اللي هم النساء ورجال التعليم ومن بين الركائز الأساسية في هذه العناية بطبيعة الحال أولا توفير الظروف ديال الاشتغال وكذلك توفير ديال الوسائل ديال العمل وكذلك الارتقاع وتحسين الوضعية المادية ديال الأساتذة ولكن نركزت كذلك على الجانب ديال تكوين تكوين الأساس وكذلك تكوين المستمر وهنا كتنخرت هذا الإجراء في واحد السلسلة يعني في واحد النسق متكامل لكي يبدأ من تكوين على مستوى الجامعة من خلال الإجازة المهنية في التربية والمحطة الثانية هي المرحلة ديال توضيف اللي كنتكلموا عنها دبا وكذلك من بعد المرحلة ديال هي اللي كتكون في المراكز الجهوية لمدة السبعة أشهر وكتجي من بعد منها المرحلة ديال التدريب اللي كتكون في المؤسسات التعليمية فهذه العملية ليست بعملية معزولة وإنما كتدخل في واحد السياق في واحد النسق اللي غد يضمن لنا باش أنه نتفرق على أساتذة يعني بمستوى بواحد الكفاءة متميزة جدا وحنا مقبلين على التوظيفات الجديدة خليني ننسو لك على المستجددات ديال هذه المباريات والأهداف كذلك من هذا التنظيم الجديد ديال هذه المباريات كما قلت سيوسف قبلة بأنه هذه ربما محطة أولى في العملية ديال الإصلاح والتي همت هذا الجانب الأساسي والمهم جدا والتي يتعلق طبيعة الحال بالرجال ونساء التعليم لا بد من تنويه بالمجهودات الاستثنائية التي تبدلها نساء ورجال التعليم وكذلك النتائج المحققة ولكن من خلال الانتظارات اللي اليوم نحن أمامها فهي انتظارات كبيرة حجما وثقفا فكتطلب أننا نكون أساتذة في واحد المستوى عالي جدا باش أنه يتم تكوين ديال الأساتذة في مستوى عالي كان من ضروري أنه يتم إعادة النظر في المنهجية وكذلك في الشرط فالمستجدات الأساسية اللي يتم اعتمادها في هذا السياق أولا يتم تقطير ديال جميع العمليات الاختبارات لا الكتابية ولا الشفاوية ولا العملية ولا كذلك جميع العمليات باش أننا نضمنه بأنه يتم اختيار أجود المترشحين المستجد الثاني هو أنه هذه المهنة رغم ما يتوفق فيها غير اللي يبغيها فلذلك كان من ضروري أنه تأكد من الحافزية ديال المترشحين كذلك يدي بيان ديال الحوافز كتكون وثقة يلزميش كونه كنقصدونا ببيان الحوافز لكي يشوفها كذلك بأنها يقصى الوحد لا لا تماما تماما كما قلت هو أنت هو وهذا يعني ما شيرك الخصوصية ديال القطاع هذا يعرف كل ما يتعلق الأمر بالتوظيف فقد يكون ضروري أنني نقول لاش بغي ندير هذه المهنة لأنه راه مهنة نبيلة ومؤكيد بأنه خاصني نبغي هذه المهنة باش أنني يكون في طبيعة الحالة المرضودية فهذا الأمر هذا من أجل تأكيد الحافزية المسألة الأخرى هو المسألة ديال الانتقاء الأولي فالمسألة ديال الانتقاء الأولي الهدف منها هو مرة أخرى باش أنني تم اختيار المتميزين من أجل الولوج لهذه المهنة لأنه كيف يعقل؟ مع احترامي لجميع المهن أنه مهنة من أنبل المهن ما نعطوش الإمكانية بأنه يتم اختيار المتميزين باش يوجدوا هذه المهنة وكذلك في هذا الجانب بين المستجدات هو أنه تم إعطاء غدي تم إعطاء لإعفاء من الانتقاء الأولي بالنسبة للحاصرين على الإجازة في مهن التربية من أجل تشجيع هذا المسالك على مستوى الجامعة لأنه باش نقولها يعني من اللي غدي يقولي الأعداد كبير ديال الحاصلين على هذه الإجازة رانا في الحقيقة غدي تم توضيف ديال هذا الأطور هو اللي غدي يسمح لنا باش أنه ثلاث سنوات في المجال ديال التربية على مستوى الجامعة وكذلك سنتين على مستوى لا قد نقطة أخيرة هي النقطة بطبيعة الحال ديال السن وراها في السرنة لأساسي اليوم سي حسين أننا نعرفه بأنه راه الرهان كبير والانتظارات كبيرة فلذلك خاصنا نكون وعين جميع بالمسؤولية ديالنا وبطبيعة الحال كما قلت أنه راه غدي ربما تطلب منا واحد الوقت باش أننا نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من أجل الارتقاء بالمنظومة ديالنا باش أنها تكون في خدمة الأوراش التنموية اللي الحمد لله بلادنا من خرطة فيها اليوم شكرا جزيلا باستاذ يوسف القاسمين تعال الكاتب العام ديالوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكرا على الحضور شكرا على الإجابات المفصلة معنا اليوم